هل حرام أن تقول الأم لأبنائها الأطفال وهي غاضبة منهم منكم لله بدلا من أن تدعوا عليهم لأن هذه الكلمة يعني تهدئ من غضبها نا ولا شيء ما كل إنسان منه لله وهو إنسان منه المين الله هو الذي يحاسب بس يا سلام لو قالت ربنا يهديكم نعم أو بنرفزة كده عصبية تطلع العصبية بتاعتها في كلمة ربنا يهديكم كده ياريت يعني يعني برضو يعني لعلها تحمل منه لله مع أنه كنسان منه لله نعم هذا الأمر مش دعاء يعني هذا الأمر يعني يجعل فيه تساولات برضو مرتبطة به هنا دعاء الأم مثلا على ابنائها في حالة الغضب أو دعاء الإبن على أهله في حالة الغضب سيدنا النبا علمنا الأدب في هذا الإنسان لا يدعو على ماله ولا على نفسه ولا على ولده قال حتى لا تصادفه ساعة إجابة إنسان ممكن يصادف ساعة إجابة فيستجيبه الله تبارك وتعالى ويخبره لمرجل أنه كان فيه بيتغدى والولد عمال يتنطط ابنه كده جنبيوي عايز صغير طفل لسه خمس سنين فأمه يطلعه إن شاء الله رجلك تتكسر أو إن شاء الله إيدك تتكسر على ما أذكر بقول ما فيش إحنا بنتغدى والولد نزل راح وقمن على السلم يجده القصر على طول على طول خلاص فيعني الحقيقة يعني أشياء عجيبة يعني فلذلك الإنسان فعلا مع أنها هي ما كانتش تقصد ولكن الإنسان خلفنا سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي علمنا أنه ما تدعيش على مالك ولا على نفسك ولا على ولدك عند الغضب فإحنا نلتزم بهذا الأدب ممكن أن يكون دعاء ليس من القلب وليس من القلب نعم ولكن صادفة سعة إيجابة نعم نذهب لـ